أعلنت وزارة الخارجية والمختربين بفلسطين أن الطريقة لحماية المدنيين ومنع تهجيرهم يتمثل في إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني كبوابة وحيدة لحمايته وإغاثته وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أنه دون وقف العضوان على قطاع غزة فستبقى المطالبة بحماية المدنيين مضيعة للوقت وتورطا في الجريمة على حساب الدم الفلسطيني اشتركوا في القناة